اذا القمة العربية الافريقية الرابعة اختتمت اليوم في غينيا الاستوائية بمقاطعة المغرب وعدد من الدول العربية المتضامنة معه احتجاجا على مشاركة ممثلين عن جبهة البوليساريو الخلاف لم يعرقل فقط اعمال المجلس الوزرية يوم امس بل قيل ايضا انه خيم على اجواء القمة اليوم التباين في الرؤى بين الدول العربية والافريقية من قضية الصحراء نحن نعلم انه ليس بجديد لكن التغيرات في المنطقة العربية وافريقيا طرحت اكثر من تساؤل ومن ابرزها منع كاسات الخلاف على العلاقات بين الدول العربية نفسها والعلاقات العربية الافريقية ومحاولات المغرب استعادة عضويته في الاتحاد الافريقي موضوع نناقشه مع ضيوفنا من الرباط ارحب بضيفي الدكتور تاج الدين الحسيني ياهلا ومن القاهرة الدكتور ايمان شبانة خبير الشؤون الافريقية اهلا بكم دكتور تاج الدين الحسيني ارحب بك يعني بداية السؤال الذي يطرح ابدأ بالبيان صراحة البيان للخارجية المصرية الرئيس السيسي شكر من ساهم في نجاح القمة العربية الافريقية تحدث مطولا عن هذا الموضوع هل لفهم من ذلك ان انسحاب المغرب والدول التي تضامنت معه لم يؤثر بشكل او باخر على هذه القمة اليوم؟ لا على العكس من ذلك الكثير من المحللين يعتبرون اليوم ان القمة الرابعة العربية الافريقية كانت فعلا تقريبا فاشلة للك انه الجلسة القمة اكتفت فقط بالجلسة الافتتاحية واصدرت بيانا من 19 الفقرة يشير الى بعض الاشياء التفصيلية والمعروفة دون ان يتم عقل الاجتماع في يوم الخميس مثلا لان كانت مبرمجة يوم الاربعاء والخميس نعقدت فقط يوم الاربعاء خاصة وانها تقريبا ما يقارب العشر دول عربية قاطعت هذه القمة والسبب كما معروف هو الخروج على الضوابط التي تم قبولها من هذه الاطراف بان تكون الدول المقبولة من طرف الامم المتحدة والتي يعضف الامم المتحدة هي وحدها التي تشارك في مثل هذه اللقاءات يعني دكتور شبانة صراحة هناك ما يعتبر ايضا فورة غضب المغرب هي مبررة كما قال الدكتور تاج الدين الحسيني الى حد ما خاصة ان وزارة الخارجية المغربية بالفعل يعني سبق وان اشارت بالامس في بيانها وذكرت كما اشارت دكتور الحسيني ان المشاركة في الانشطة التي تجمع الطرفين العربي والافريقي تقتصر على الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة فهل تم استفزاز المغرب من خلال دعوة عضوه هو ليس ضمن هيئة الامم المتحدة بالطبع المغرب تعتبر الصحراء هي جزء من الطراب الوطني المغربي ولذلك انسحبت المغرب من عضوية منظمة الوحدة الافريقية في العام 1984 عندما تم قبول الصحراء كعضو في منظمة الوحدة الافريقية ولا تزال المغرب منسحبة من الاتحاد الافريقي وهو امتداد لمنظمة الوحدة الافريقية ايضا هناك الكثير من الاستفزازات التي يتعرض لها المغرب نتيجة لقضية الصحراء وعلى رأسها ما يحدث من جانب الجزائر فالعلاقات المغربية الجزائرية يشبها قدر كبير من التوتر نتيجة لما هو معروف عن الدعم الجزائري للصحراء ايضا بعثت الاستفتاء الأممية التي تنتشر في الصحراء منذ العام 1991 المغرب ايضا تعتبرها نوع من الاستفزاز خاصة ان هناك من يطالب احيانا بتقارير عن اوضاع حقوق الانسان في الصحراء وهذه الكمة باستضافتها للصحراء المغرب اعتبر ان هذا استمرار في عدم الاعتراف بحقوق المغرب في الصحراء دكتور ايمان هنا اريد رأيك الخاص وتحليلك يعني حضرتك خبير في هذا الشأن يعني فقط اريد رأيك يعني حسب معرفة واجر ان تصحح لي جبهة البوليساريو لم تكن مدعوة خلال القمم الثلاث الماضية ليس كذلك لماذا دعية الان في توقيت حساس الا وهو العاهل المغربي يسعى الان الى عودة المملكة الى حضن الاتحاد الافريقي هناك من يقول ان جبهة البوليساريو لم تدعى ولكن الذي يدعى هو جمهورية الصحراء لان الجمهورية الصحراء معترف بها في اطار الاتحاد الافريقي قاعد ومن اعضاء الاتحاد الافريقي وغينيا الاستوائية هي منظمة هذه الدورة الرابعة للقمة العربية الافريقية ملزمة بدعوة كل الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي لحضور هذه القمة بلا استثناء ما لم يكن هناك امر يخالف ذلك وبالتالي دعية البوليساريو باعتبارها ممثلة لدولة الصحراء هذا الامر اعتباره المغرب ضربة لوحدته ولتماسك ترابه الوطني وتضامنت معها المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي انسحبت والتي وصل عددها إلى تسع دول أو ثماني دول بخلاف المملكة المغربية هي انقسمت القمة بين ما يؤيد موقف المغرب وما يعرضه دكتور الحسيني المغرب حصل على تضامن الدول العربية الوازنة في هذه القمة كما ذكر أيضا ضيفي الدكتور شبانة نتحدث السعودية نتحدث عن الامارات نتحدث عن قطر اللافت يعني موقف السعودية على الاقل والامارات وقطر كان واضحا فيما يتعلق بملف الصحراء والمغرب هم متضامنون معه ولكن لم يؤكدوا صراحة موقف رسمي وعلني إلا يوم الأربعاء الماضي وهنا السؤال يعني ماذا يعني ذلك تحديدا ولماذا الآن جاء هذا الموقف رسمي وصريح من قبلهم هو موقف بلد الخليج العربي بشكل عام ليس حديث العهد هو موقف قديم منذ بداية حركة ما يسمى بالربيع العربي والتي أدت بدول الخليج إلى أن تطلب مثلا من كل من المغرب والأردن الانضمام النهائي إلى مجلس التعاول الخليجي لكن المغرب اعتدر عن هذا الانضمام مشيرا إلى انتمائه إلى منطقة المغرب العربي هو ارتباط استراتيجي وخيار استراتيجي وبذلك اقترح بدلا من الانضمام الكلي شراكة استراتيجية مع بلدان مجلس التعاول الخليجي وذلك ما تحقق فعلا وقد لاحظنا عند زيارة العاهل المغربي إلى الرياض أخيرا أنه في إطار اجتماع قمة الخليج ألقى خطابا واضحا وكذلك السعودية وباقي البلدان الخليجية أشارت إلى أنها تتضامن مع المغرب في قضية وحدته الترابية وأنها تؤيد حل سلمي قائم على التفاوضات وترفض كل مزايدات في هذا المجال وبالتالي هذا ليس بالموقف الجديد والذي أظن هو إن بغي أن يكون موقف كل بلدان العربية هو ليس موقف جديد ولكن لأول مرة جاء رسميا جاء رسميا لأنه أول مرة تتغير فيه موازين الأشياء أو لا أول مرة تتغير فيه موازين الأشياء لأنه انعقدت ثلاث قمم عربية وإفريقية قبل هذا آخر وكان في الكويت قمة الثالثة ولم يتم استدعاء ما يسمى الجمهورية الصحراوية أو البوليدانية للحضور ولم تترى أي مشاكل وكانت القمم السابقة ناجحة وأعتقد أن الأفارق يخطئون في هذا المصار لأن بلدان الخليج هي أكثر الدول التي تقدم دعم إفريقيا للمساهمة في التنمية المستدامة سنتحدث عن التدعيات مع حضرتك وأيضا دكتور شبانة ولكن فقط لكي نوضح للمشاهد يعني إذا كان هذا الموقف استفز كلكما تعتبران يعني ضيفاي الكريمان أنه تم استفزاز المغرب من الذي استفزه تحديدا وهنا أسألك دكتور الحسيني يعني من وجهة نظرك من الذي استفز المغرب في هذه القمة حضر وزير الممتل الحكومة المغربية إن وزير الخارجية كان موجود مع الهاي المغربي في رحلته الإفريقية وفوجئ في قاعة المؤتمر بوجود يافطة وعالمين لما يسمى بالجمهورية الصحراوية فاحتج على ذلك وأشار إلى أن هذا الشيء مفاجئ بالنسبة للمغرب لا هذا الأشياء التفاصيل ليس لدي التفاصيل بمن وضع اليافطة أنا أعتقد أن من يكون مسؤون عن كل ما حدث هو المفوضية الإفريقية لاتحاد الإفريقي المفوضية رأسها السيدة زومة التي كان يفترض أن تغادر موقعها منذ مؤتمر رواندا الماضي لكنها لم تفعل وبقيت بعدم الاتفاق على مفوض جديد وبالتالي هي لديها عداوة متمكنة مع المغرب بالخصوص لدرجة أن الطلب المغرب للانضمام الاتحاد الإفريقي وضع في هذه المفوضية منذ أعتقد شهر سبتمبر منذ شهر غشت الماضي ولحتى الآن فقط بضغط من طلب للمالك المغربي على رئيس الاتحاد الإفريقي ليوزع الطلب على الأعضاء لإعطاء الموافقتين فقط هناك تحركت فإذا هناك مواقف عدائية واضحة استغلت هي صفتها كداعي للمؤتمر لتقوم بهذه الأعمال دكتور أيمن شبانا عندما نتحدث عن دول الخليج عندما نتحدث عن استفزاز المغرب عندما نتحدث عن بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول بأن القمة ناجحة يعني يخيل للمشاهد الذي ليس لديه تفاصيل بأن هناك نوع من الاستفافات الآن العربية العربية والعربية الأفريقية نحن نعلم أن علاقة مصر على سبيل المثال هي متأزمة إلى حد ما مع السعودية وهي متأزمة إلى حد ما مع المغرب فهل جاء التضامن الخليجي مع المغربي لأن مصر بقيت في هذه القمة ولم تنسحب ولم تتضامن هل تريد فقط أن تحلل لي من وجهة نظرك ماذا يدور في الكواليس في تصوري أن هذا الموقف الذي اتخذته السعودية ودول الخليج العربي هو موقف مبدئي هو موقف مبدئي يعبر عن توجه عربي في الوقت الراهن نحو التأكيد على مسألة السلامة الإقليمية للدول ووحدة الطراب الوطني والدول السعودية الآن ترى وطبعا ومعها دول الخليج أنه لم يعد بالإمكان قبول وجود كينات انفصالية أو تهديدات تهدد السلامة الإقليمية للدول والسعودية الآن تعاني من مسألة داعش في الشمال الحوثيين في الجنوب وهناك بعض الحراك الذي حدث في دول الخليج العربي بعد صورات أو بالتوافق مع صورات الربيع العربي إذن هذا الموقف أعتقد أنه ليس نكاية في مصر ولكنه موقف مبدئي تضامن مع المملكة المغربية وبالمناسبة أن مصر علاقاتها بالمملكة المغربية أي علاقة أشقاء علاقة ودية في مجملها ليست علاقة أبداً مصر لم تدعم مسألة الصحراء في أي وقت من الأوقات لكن لماذا حضرت مصر هذه القمة مصر تحضر القمة لأنها دولة عربية ودولة أفريقية مصر دولة عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وعضو في مجلس السلم والأمن الأفريقية وبالتالي المسؤوليات الملقاة على عاطق مصر توجب عليها المشاركة وعدم الانسحاب دكتور تاجدين حسيني هل تتفق مع الدكتور شبانة في هذه النقطة أن مصر لم تستفز أيضاً المغرب؟ يعني صحيح أن البيان كان واضح أنا أوافق الدكتور أيمن بأن العلاقات بين إخواننا في مصر والمغرب هي علاقات راسخة في القدم علاقات قائمة على التوافق العربي من أجل الوصول ليس فقط إلى تحقيق السلم والاستقرار في هذه المنطقة من العالم ولكن أكثر من ذلك تحقيق تنمية متوازنة وتنمية دائمة المغرب مع مصر هما معاً عضواني في اتفاقية أغادير للتبادل الحر وهناك علاقات تجارية والسياحية جد واسعة بين الطرفين ولكن استقبال القهرة لوفد من الجبهة ألم يثر ذلك الحزازيات المغربية هذا ما كنت أريد أن أقوله بالضبط كنت أريد أن أقول بأنه ربما مصر تخضع في إطار عمليات توازل القوى الإقليمي والضغوط التي تمارسها بعض الدول في المنطقة وخاصة الجزائر ربما بين حين وآخر تطفو على السطح بعض الهفوات التي كان بين حين وآخر يجب تصحيحها وأعتقد أن من بين مظاهر تصحيح هو ضرورة العودة إلى اللحمة العربية لتكون كتلة واحدة في وجه التيارات قوية والخطيرة التي تضرب بالمنطقة ينسى عدير كثير من الإخوان أنه قبل بضع سنوات نشرت صحيفة نيويورك تايمز خريطة عملت عليها عنوان كيف تصبح خمس دول في المنطقة أربعة عشر دولة ومن بين هذه الدول كل دول منطقة تقريم معرضة لتقسيم بما فيها السعودية إلى ثلاث دول يمن إلى دولتين العراق وهكذا فنحن لسنا في حاجة إلى مزيد من عمليات التجزئة والانفصال نحن في حاجة إلى تحقيق الوحدة والتضامن لمواجهة هذه التحديات التي عصفت بدول عربية كبيرة وأخرجتها من الخارطة مثل ليبيا والعراق والسوريا ولكن صراحة لكي أكون صريحة دكتور تاج الدين الحسيني هو الكلام هذا مهم ولكن ما نراه على أرض الواقع صراحة يخالف هذا الأمر إلى حد ما على الأقل ما نتابعه من المسؤولين إذا كان من الطرف المصري أو حتى من المغربي إذا حرتك تقول بأنه كانت هفو من مصر بسبب استقبال القاهرة وفد من جبهة البوليسار ومناسبة الذكرى المئة وخمسين لتأسيس البرلمان المصري هنا السؤال لدكتور أيمن شبانة هل تعتبر أيضا أنها كانت هفوة مغربية عندما تم توقيع اتفاقية ضخمة مع أثيوبيا نتحدث هنا عن مركب صناعي ضخم بقيمة أربع مليارات دولار تقريبا وقيل بأنه في إطار الرد المغربي على هذه الهفوة التي وصفها الدكتور تاج الدين الحسيني الهفوة المصرية بداية مع كامل التقدير لما ذهب إليه الأستاذ الدكتور تاج الدين الحسيني أنا أتحفظ على لفظ هفوة لماذا؟ لأن مصر تتصرف باعتبارها دولة مسؤولة مصر عضو في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين 2016-2017 وهناك بعثة تابعة للأمم المتحدة موجودة في الصحراء هذه البعثة تم التمديد لعملها في أبريل الماضي ومستمرة في عملها حتى العام 2017 حتى نهاية أبريل من العام 2017 إذن هذه بعثة تعمل بالفعل على أرض الواقع هل يمكن لمصر أن تتنصل من مسؤوليتها استقبال الوفد الخاص بالصحراء ليس باعتباري ممثلا لجمهورية الصحراء نحن لم نعترف بها في مصر ولكنه استقبال لطرف يعني مسؤول عن الصحراء للحديث عن إمكانية الوصول إلى تسوية مصر لم تعترف بمسألة الصحراء حتى الآن ولن تعترف مصر تحترم الطراب الوطني المغربي مصر تحترم الطراب الوطني المغربي ولكن مصر كدولة مسؤولة ينبغي عليها أن تتواصل مع كل الأطراف ليس نكاية في المغرب المغرب دولة شقيقة ونحن في مصر نحترمها ونحترم الشعب المغربي الشقيق ولكن مصر أكبر من أن تسقط في مثل هذه الهفوات الصغيرة ولكن فقط لكي أنهي هذه النقطة أريد أيضا تعقيب من الدكتور الحسيني ولكن لكي أنهي هذه النقطة معك دكتور أيمن شبانة هل نعتبر أيضا بأن الاتفاقية الضخمة التي وقعها المغرب مع أثيوبيا لم تزعج مصر لأنها أكبر من ذلك مع العلم أنها ستتضرر كما قيل اقتصاديا ولا باختصار بالطبع لا يعني مصر لديها علاقات مع كل الأطراف إثيوبيا دولة من دول حوض نهر النيل وهي دولة مستقلة ذات سيادة من حقا أن تبرم أي اتفاقيات تريد أن تقوم بها بشرط أن لا تؤثر هذه الاتفاقيات على الأمن المائي المصري عظيم دكتور تاج الدين الحسيني هل أمور وردية لهذه الدرجة من وجهة نظرك؟ لا نحن نلسنا بحاجة الحديث عن الوردية من عدمية نحن نعتبر إخواننا في مصر في علاقة صداقات دائمة وقلت أنه أحيانا بين حين وآخر دون أن أحدد قد تقع بعد هذه الهفوات من هذه الجهات أو تلك وهذا يتم تجاوزه بفضل الحكمة التي تهيمن على العلاقات المغربية المصرية لكن أكثر من هذا أشير إلى أن ما حدث مع أثيوبيا من توقيع اتفاقية في التعاون في ميدان الفصفات هي تقريبا نموذج الاتفاقيات وقعها المغرب مع العديد من البلدان الإفريقية وهدفه الأساسي هو مساهمة المغرب في تحقيق الأمن الغذائي لإفريقيا جنوب السحراء وإفريقيا الغربية وإفريقيا الشرقية ولذلك هذه الاتفاقية جاءت لتعزز الأمن الغذائي في أثيوبيا إلى حدود إلى غاية 2025 ويتم التمويل من طرف عدة جهات ليس من طرف المغرب ولكن من طرف إثيوبيا وعدة أبناء كدولية نقل التكنولوجيا المغربية في تسويق الفصفات وتحويله الصناعي كسماد هذه كلها أشياء لمستقبل القارة ولبناء تنمية مستدامة حقيقية وليست لها أي مساس بمصالح مصر لا فيما يتعلق بنهر النيل ولا فيما يتعلق بالصراع القائم تتفقان على هذه النقطة إذن لكي أكسب الوقت تتفقان على هذه النقطة أيضا سؤال لك دكتور الحسيني قبل أن أخذ برأي الدكتور شبانة في هذا الموضوع لفت نظري مقاله السفير رخى أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية هو اعتبر أن انسحاب المغرب وبعض الدول الخليجية يؤثر على صورة العرب لدى الأفارقة ويجعلون في نظرهم دول ملكية تجامل بعضها البعض تعليقك على مقاله لا ليس مسألة مجاملة بلدان ملكية أو غيرها بفعل هناك نوع من التضامن الذي فرضته الرياح الربيع العربي والذي أعطى للبلدان الملكية بالخصوص وضعية استثنائية في مواجهة هذه الرياح تصوروا أن دول مثل المغرب ومثل العربية السعودية ومثل اليمن وغيرها عرفت نوع من تدهور تلك الأيام بالمظاهرات ولكن من الحكمة مثلا في المغرب أنا أعطي المثال المغربي فقط حكمة الملك محمد السادس فعلا ظهرت بوضوح مع رياح الربيع العربي وألقى خطابا في 9 مارس الذي غير الأشياء الأصنع على عقب ووضع نموذج تماما ووضع نموذج جديدة للديمقراطية المتطورة ودول التي انسحبت لا دول التي انسحبت ليست كلها ملكية اليمن ليست ملكية الصومال ليست كذلك ملكية وبطبيعة الحال هناك إمارات في الخليج والسعودية وطبيعة الحال هذه مسألة اختيار ومسألة التحول في السياسة الخارجية بالنسبة لهذه البلدان طيب يعني عندما يقال دكتور شبانة بأن القمة نجحت الرئيس السيسي يشكر يعني من بقى وأنجح هذه القمة نرى بأن قوى وازنة قوى إقليمية وازنة تحدث عن بعض الدول الخليجية كالسعودية والإمارات وقطر انسحبت من هذه القمة ونرى بأن القمة تابعت يعني ونصف المقاعد إلى حد ما يعني هي فارغة هل تؤيد مقاله يعني السفير رخى أحمد حسن أريد أيضا تعليقك في هذه النقطة صورة العرب أمام الدول الأفريقية بعد هذه القمة هل تأثرت؟ في تصوري أن العاهل المغربي يعني يريد الحفاظ بالفعل على السلامة الإقليمية لبلاده ووحدة التراب الوطني ومسألة الصحراء خط أحمر بالنسبة للمغاربة قيادة وشعبا وبالتالي المغرب لم ينسحب نتيجة لزريعة أو حجة مثلا وهي ولكنه انسحب حفاظا على ترابه الوطني وهذه مسألة سيادية نحترمها ولا تؤثر على صورة المغرب أو العرب بوجه نعام لأن مصاك الجامعة العربية ومصاك الاتحاد الأفريقي يؤكد على احترام السلامة الإقليمية أما بالنسبة لنجاح القمة من عدمه هذه مسألة ترتبط بتطبيق قرارات القمة على أرض الواقع لأن هناك المئات من القرارات الصادرة عن القمة من السلاسة السابقة ولكن معظمها لم يجد سبيله للتنفيذ على أرض الواقع نلتزم الآن في الوقت بقيت لدي ثلاث دقائق الدكتور تاج الدين الحسيني ذكرت في البداية أن انسحاب بعض الدول الخليجية من هذه القمة لديه تداعيات إلى حد ما حسب ما فهمت على الدول الأفريقية هل لك أن توضح لي هذه النقطة عن أي إنعكاسات وتداعيات لانسحاب الخليجيين بعض الخليجيين من هذه القمة باختصار شديد هو كما يقال الأمور بخواتمها عقدت القمة وكان مقررا أن تستمر ليومين من الأربعاء والخميس وتناقش عدة مواضيع متفرعة لكن لاحظنا أن يوم الأربعاء فقط ألقي الخطب الرسمية في الجلسة الفتتاحية وانتهت القمة ببيان كان قد أعد وزراء خارجي يضم حوالي 19 فقرة تعيد ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة وخاصة الاجتماع الكويس أقول إشكالية ترتبط بأن الهدف من هذا اللقاء العربي الإفريقي بالأساس هو نوع من التعاون لتحقيق التنمية المستدامة خاصة في البلدان الإفريقية وأن أكبر الدول الداعمة لهذه العملية هي بلدان الخليج العربي وبالتالي هذا الانسحاب سوف يؤثر على الوصول إلى نتائج إيجابية لعمل هذه القمة الأفضل كان بمسبب البلدان الإفريقية أن تلتزم وتفرض على المفوضية أن لا تقوم باستدعاء البوليزاريو وأن تحترم التزاماتها والضوابط القائمة منذ السابق ومنذ المؤتمرات السابقة والتي تقول بأن الدول التي يعود في الأمم المتحدة هي التي تدعى لو كانت هذه البوليزاريو عضون في الجامعة العربية لكانت دعوتها أساسي لكن ليست في الجامعة العربية ليست في الأمم المتحدة دعني أسألك أيضا بخصص شديد العاهل المغرب الآن يسعى جاهدا من خلال جولته الأفريقية إلى حد ما وعطى إشارات إيجابية بعودة المغرب إلى حضن الاتحاد الأفريقي بعد حادثة من هذا النوع هل سيعيد حساباته؟ نعم أم لا؟ اختصار شديد لا هو سيسير في نفس الاتجاه ليس هناك إعادة للحسابات موقف المغرب كما قال الأخ أيمن قبل قليل هو موقف مبدئي وسيادي ويرتبط بعدم التفريط في الوحدة الترابية بأي تمام هذه مسألة استكمال وحدة ترابية وليست مسألة انفصال أو قبول أي حركة انفصالية بالعكس المغرب دائما في مقترح هي الحكم الداتي لأقصى ما يمكن تصوره في القانون الدولي دكتور أيمن شبانة 30 ثانية ماذا بعد هذه القمة؟ من ناحية العلاقات في تصوري أن في تصوري أن هذه القمة قد ألقت الضوء على مسألة مهمة وهي ضرورة تسوية قضية الصحراء حتى لا تظل هذه القضية محورا أولا لتهديد السلامة الإكليمية للمغرب ولتوتر العلاقات العربية الأفريقية وبالتالي أعتقد أن العمل ينبغي أن يكون على قدم الوسائق للوصول إلى تسوية نائية وحاسمة لقضية الصحراء شكرا لك دكتور أيمن شبانة أشكرك أيضا الدكتور تاج الدين الحسيني شكرا لكم على وجودكم معي بعد الفاصل مشاهدينا لماذا تلجأ بعض الأنظمة العربية إلى الجيوش الموازية والمتطوعين في حروبها بعد الفاصل أبقوا معي اشتركوا في القناة